اعلن ساعدة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عن إبرام محافظة سانت بوترسبرغ الروسية لست مذكرات واتفاقيات تتنوع بين تعاون وتفاهم مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين جاء ذلك خلال كلمة أنقها ساعدة محافظ محافظة العاصمة في اجتماع جمعه بالسيد جورج بولتفشينكو محافظ مدينة سانت بوترسبرغ الروسية الذي يرأس وفدا روسيا رفيع المستوى يزور المملكة لأربعة أيام وأكد ساعدة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة في كلمته تطلع المحافظة دائما إلى تعزيز شراكة طويلة الأجل مع محافظة سانت بوترسبرغ الروسية من خلال تحقيق أهداف مذكرة التعاون الموقعة مسبقا بين الجانبين في إطار إبرام المزيد من المبادرات والأنشطة والمشروعات المشتركة التي تزيد من معدل المنفعة بين البلدين الصديقين والسعي قدما لتنفيذ مقترح توقيع اتفاقية التوأمة بين المدينتين منوها بأن التوأمة تعتبر خطوة متطورة بعد مذكرة التعاون يكون ذلك ملبيا لمستوى الطموح الذي يسعى إليه الطرفان من جهة ولضمان تهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات المتبادلة وتعزيز مشاركة الكينات الاقتصادية من جهة ثانية